هذا يعني واحد نمبر ون أنه يجب أن نبعد السياسة بأين كان شكلها أنه ما تدخل هي زاتة في مسألة المناهج وغيره ككسب سياسي لو جينا من ناحية تربوية بنلقى أنه كلام القرائل هي درجة كبيرة كان سليم يعني في كمية كبيرة جدا جدا من الحشو لا القرآن حشو يا أستاذ لا أنا لا أتحدث عن الغراء أنا أتكلم لك عن الحشو في المناهج كمية كبيرة جدا لا أسمح ليس أستاذ أسمح لي بالمقاطع عشان المشاهد ما يأخذ علينا كلاما في محله في مسألة الثلاثة وعشرين صورة في الصفة الأول هي دي الأسارة الضجة الآن هل المسألة دي كثيرة على الطارب أنا في تقديري كثيرة أنا في تقديري لأنه أسألوا لو سألتني أنا لو سألتني honorary القرآن الكريم الذي نحفظه في مرحلة الثلاثة في الصفة الأول هل أنا حافظه إلى الآن اللي يابلنا يعني يعني كثير من الصور اللي أنا أخذتها في الإبتدائي في سنة أولي ابتدائي أنا ما أحافظه إلى الآن لكن أنا لو ركزوا لي في الصفة الأول إنه أخذ أربعة خمسة صور وتشرح بالنسبة لي وأعرف أجراء وأعرف أكتباء وأعرف معاني دي أفيد لي من إنه أنا أخذ عشرين صورة المسألة ما بالكم إني أخذ عشرين صورة وأنساف سنة ثانية أو أنسافي أخر السنة يعني المسألة ما بالكم يعني المسألة بالنوع يعني أنا أشوف الطفل في سنة أولادة أنا أحتاج لأنه أديه جرعة بتاعة القرآن كريم مفيدة بالنسبة ليه في مستقبل حياته يبقى أنا أديه عدد قليل من الآيات مع الشرح الكافي مع معرفة قراءته وكتابته بالطريقة سليمة وفهمه معاني هل المشكلة في عقلية الطفل أنهما بستوعب والدراسات بشير أنه الفترة الأولى وثمانية السنة ومعادل الزكاة فيها هو أول ما يقول لك الدراسات لا حقيقة هذا أول ما يقول لك الدراسات هو أنهما عندنا تجربة نحنما عندنا تجربة في السودان الزولة للأطفال اللي نوديهم الخلاوي دل ما خلاص أنهما وديناهم للحفظ وديناهم لحفظ القرآن الزولة وديناه المدرسة وديناه لأنه يتعلم شيء من القرآن ويتعلم شيء من الرياضيات وشيء من العربي وشيء من كده يعني هي المدرسة الشاملة لحاجات كثيرة جدا هي دراسة ما قرآن طيب ما نحن نجي أسه لـ 30 سنة بتاعت الإنغاز بالآيات الكثيرة الناتجة في النهاية أسه شكل الشارع بالنسبة لك اللي أنت شايف هل أخلاق القرآن الآن موجودة في الشارع هل موجودة عند الأولاد هل موجودة عند البنات هل موجودة عند حتى الناس الكبروا شوية وتعظينا قريت بمنهجة لينقاس وادر بالمسألة بتلقى المسألة ما كده المسألة نحن محتاجين للسلوك بتاع القرآن محتاجين للأخلاق بتاعت القرآن محتاجين أنا ما محتاج لأنك تصلي معايا الجمعة وتطلع معايا السلطة والشانية صحيح وشي القر وشي أنا أنا ما محتاج للحتر أنا محتاج لأنه إنت القرآن تتخلق بأخلاقه وما بتقدر تتخلق بأخلاقه إلا إذا كان إنت فعلا ويعيته بس هذه مسؤولية متكاملة البيت بيأخذ فيها 70% والمدرسة بتأخذ فيها 10 أو 15% يعني ما هي المدرسة البيت الآن ما عنده 70% ولا عنده 10% الأساسة للأسرة أي البيت الآن للأسف الشديد جدا جدا الآباء كلهم مشغولين ورا لقمة العيش والأمهات المامة مشغولات المامة برضه مشغولات بخدمة البيت المامة مشغولات عنده مشغول خارج المنزل هم الآن مشغولين بخدمة البيت المدرسة الآن هي عليها الركل كبير وأنا قاعد أقول الكلام أنا أقول الزهل الشياء الولد نجاول لك في المدرسة ده جاول الجهة المتخصصة خلاص هو ثاني حقه أنت ترعاه رعاية كاملة يعني حقه رعايتك لو تكون رعاية كاملة لأنه يتجيها المتخصص أنا لعمل السجولة دي ودي للطبيب يعني ما بتدخل في عمل الطبيب طيبة لحياة طيبة